اشتركوا في القناة ام بالمفردات وهذه الحلقة تأتيكم عبر منصة رواق وبالتعاون مع مبادرة English Mastery طيب هذه معلومة مهمة جدا لا بد أن نستحضرها خلال هذه المحاضرة و أيضا بعد ما ننتهي من المحاضرة لدينا مفردات و بالإضافة إلى القواعد تتكون لدينا لغة و هذا مهم جدا عندما نركز على أحد هذين المكونين لا يعني إهمال الآخر لذلك عندما نركز على القواعد و نقول قواعد مهمة هذا لا يعني أن نتجاهل المفردات إطلاقا و العكس صحيح عندما نقول إن المفردات مهمة و أساسية في اللغة فهذا لا يعني أن نهمل القواعد كلية لذلك من الخلل الكبير التركيز على أحدهما و ترك الآخر لكن هنا نقطة مهمة جدا خصوصا للمبتدئين أنا أرى أن التركيز لدى المبتدئ لابد أن يكون على المفردات سواء مفردات لوحدها كلمة و ترجمتها مثال بوك و كتاب كار سيارة في قائمة أو من خلال سياق و أيضا حتى السياق قد لا يناسب المبتدئين السياق مقصود به في جملة في قصة في محادثة قد أيضا لا يصلح للمبتدئين لذلك التركيز على المفردات مهم جدا أهم من القواعد في مرحلة المبتدئين لكن بعد دراسة اللغة الإنجليزية لمدة شهرين ثلاثة أشهر دراسة معتدلة أو فوق المعتدلة نقول مكثثة في هذه الحال لا إشكال في الدخول إلى عالم القواعد و أيضا القواعد لا بد أن تقدمها في قالب سهل و شيء أيضا لذلك ننتبه لهذا الأمر و آمل أن لا نخرج من هذه المحاضرة بتفضيل أحدهم على الآخر لأنه لا يتصور لأي متحدث أو قارئ في أي لغة من اللغات ألا يجيد الإثنين فهذان المكونان أساسيان في اللغة الإنجليزية لكن كما قلت نركز على أحدهم في فترة من فترات التعلم ثم ننصرف أو أيضا نكمل ذلك بالمكون الآخر الآن سنجري مقارنة بين المفردات والقواعد الهدف من هذه المقارنة لماذا أقدم المفردات للمتدين قبل القواعد طيب القواعد بشكل عام تحتاج إلى كلمات لشرحها لو كانت عندي قاعدة مثلا قاعدة الجم المنتظم car cars book books أضيف S لنهاية الكلمة ويعطيني الجم لكن لو كان المتعلم لا يعرف كلمة book أو لا يعرف كلمة car جيد أو أي كلمة أخرى فلن نستطيع أن نشرح له القاعدة جيد أو حتى لو شرحناها له فنحتاج إلى كلمات وأيضا قد لا يعني يكون تعليمنا لهذه القاعدة من غير جدوى طيب أيضا ميزة القواعد وهذه ميزة وأيضا هي تجعلنا نؤخر القواعد أن عدد القواعد محدود جدا فيمكن تعلمها لاحقا لنقول أن في اللغة نيجزية مئات القواعد نفترض ذلك ألا يمكن تأجيل ذلك ويعني تقديمها لاحقا بعد ثلاثة أشهر أربعة أشهر من الدراسة تبين معنا سابقا في حلقة سابقة أننا نحتاج قرابة ثلاثة واربعين عفوا ستة وثمانين ألف عائلة لكي نتقن اللغة مئة في المئة نحتاج أقل شيء ربما أربعة ألاف عائلة يعني اضرب في أيضا قرابة أربعة نتحدث عن ستة عشر ألف كلمة فما الأولى أن نبدأ به العدد الكبير أم العدد القليل خاصة إذا رأينا هذه العداد القليلة قد يعني تكون أو ممكن أن تتعلم لاحقا طيب عندنا أيضا بالنسبة للقواعد بشكل عام لا يستبيد منها المتعلم مباشرة في الممارسة لماذا؟ لأن القواعد هي تصحيح للمسار والمتعلم إذا كان ضعيفة المدخلات المدخلات مقصود بها القراءة والاستماع والمفردات إذا كانت مدخلاته ضعيفة فطبيعي أن يكون أو أن تكون ممارسته ضعيفة وقليلة أما القواعد لو علمته الآن قواعد أو تعلم الإنسان القواعد فلن يستبيد منها مباشرة لأن فكرة القواعد أن تقول ولا تقول قل لا تقول ضوء أحمر وضوء أخضر وهذا إشكال لدى المتعلم يحجب عنه التعلم وقد أيضا يرهبه ويخيفه فنحتاج إلى أن نؤجل القواعد إلى فترة لاحقة أيضا القواعد جرت العادة في تدريسها في الغالب أنها كأنها معادلات رياضية واللغة من العلوم الإنسانية فغالب من يتعلم اللغة الإنقزية أيضا له اهتمام كبير بالعالم الإنساني بالعلوم الإنسانية وعادة جرت العادة أيضا للعلوم الإنساني خصوصا في البلدان العربية لا تقدم معها الرياضيات بشكل كبير فلذا قد يصعب على المتعلم أصلا أنه يفهم هذه القواعد بسهولة لأنها أصبحت في شكل قواعد أو شكل رياضيات طبعا لن أستغرق في هذه القضية لأنه يكبر من حجمها لأنها قواعد إذا قدمت بطريقة صحيحة ومشوقة فهي سهلة بإذن الله تعالى إذا ناسبت مستوى المتعلم وهنا أؤكد دائما على المتعلم أن ينتقي القواعد التي يتعلمها لذلك لن أتحدث كثيرا عن قضية تعليم القواعد مهم جدا أن تعرف هل هذه القاعدة ستستخدمها خلال هذه الفترة فترة الثلاثة أشهر أم لا من قراءتكم من استماعك ستبين لك أشياء كثيرة القواعد التي تسببك إشكالا حاول تجنبها طيب الآن نأخذ أيضا الكلمات أو المفردات عادة الكلمات لا تحتاجها لقواعد لشرحها في الغالب جيد كلمة بوك تأخذها وتترجمها وانتهى الأمر تأخذ النطق فيها والإملاء والمعنى ثم تحفظ هذه الكلمات وتمارس وتراها في القراءة وتسمعها في المحادثات أيضا الكلمات غير محدودة العدد لذلك أمامك كم هائل من الكلمات فلابد أن تبدأ سريعا وفي بدايات أو في مراحل متقدمة ومبتدئة عفوا لكي تنجز عددا كبيرا أيضا تعلمها مستقلة أو في سياق وهذا من الأشياء المهمة جدا لا بد أن يكون التعلم إما مستقلا أقصد مستقلة أنها ليست في جملة قائمة لدي قائمة كلمات من الأول إلى الأخير وترجمتها هذه طريقة وطريقة معمول بها ومنصوح بها من ناحية البحث العلمي أيضا هي نوع من أنواع التعلم ويفضل أيضا أن تكون في سياق طبعا التعلم المستقل يكون للمبتدئين لأن المبتدئ في العادة لا يحسن استنباط الكلمة من السياق هذه مهمة جدا القواعد جرت العادة أيضا في تدريس في التدريس أنه لا يدرسون قواعد في سياقات نعم سحي يعطيك جملة جملتين تأخذ منها الأمثلة لكن المفترض أيضا نوع من أنواع التعليم القواعد أن يعطيك قطعة كاملة نصا كاملا ويجعلك تقرأ وتعيد قراءتها ثم تستنبط القاعدة من النص تحرك ذهنك لكن جرت العادة عندنا أو في كثير من بلدان العربية أن نعلم القواعد بطريقة القاعدة يعني يعطيك قاعدة وتطبقها على جملة وهذا قد يسبب إشكالا أيضا آخر أيضا عندما تحفظ الكلمات وتبدأ بالكلمات تعينك على ممارسة مباشرة ولما أقول ممارسة أقصد شقيها الشقة الأول هو القراءة والاستماع هذه ممارسة مهمة جدا عفوا ممارسة مهمة جدا لذلك لابد أن لا تغيب هذه الممارسة عن الذهم عندما تحفظ كلمات كثيرة أو نقل ثلاثمائة كلمة ألف كلمة ألف كلمة فأنت ستتمكن من القراءة والاستماع بشكل أفضل بذن الله تعالى ثم يأتي لجانب الآخر الشقة الآخر وهو المحادثة أو الكتابة ولذلك هذه مهمة حفظ الكلمات مبكرا أن يعينك على ممارسة ومن ضمن الممارسة تعلم القواعد جيد هذه مقارنة سريعة لعلنا نكمل بعض المقارنات الأساسية القواعد ثابتة لا تتغير ولذلك على مر السنوات الماضية لم تتغير القواعد أيضا الخطأ فيها أهون يعني لما تخطف قاعدة سيفهمك المستمع مباشرة يعني لما تقول مثلا أو هذه يعني ربما يعني مثال الماضي من go went جميل لو قال أحد الناس I go'd yesterday وأخطأ في go'd سيفهم المستمع أنه يقصد أنه ذهب بالأمس جيد فالقاعدة ليست مؤثرة في المخاطبات وفي المحادثات أيضا عدم معرفتها أو عدم معرفتها لا يعيق التواصل يعني لو كنت لا تعرف أي قاعدة وفقط ترمي كلماتا هكذا ستتحدث وربما توصل معلومة ورسالة التي تريدها حتى لو كانت القواعد عندك يعني ضعيفة أو معدومة وأنا دائما أضرب بمثال لبعض الجانيات التي تتعلم اللغة العربية ونمارس اللغة معهم اللغة العربية طبعا والمعذرة على هذا المثال لكن لما يقول لك مثلا أحد الجالية أحد الأشخاص من جالية مثلا لن أسمي جالية مثال هذا نعرفه دائما نسمعه كثيرا أنا في بطني يوجعك جميل نعرف هذه هي عامية وإضافة مكسرة لكن القواعد فيها خطأ والضمائر فيها خطأ ومع ذلك فهمنا أن عنده مشكلة في بطنه جيد طيب ميزة أخرى في القواعد وهذا مما يعني يساعد على تأجيل القواعد إلى فترة لاحقة أن أغلب الكتب والمواقع تشرحها موجودة متوفرة كتب ومواقع تشرح القواعد بطرق مختلفة وبيساليب متنوعة وبصعوبات متدرجة أيضا أما المفردات والكلمات تتطور وتتجدد مثال قاموس أكسفورد يضيف قرابة الألف كلمة سنويا كلمة جديدة خصوصا في التقنية في التعاملات التجارية في السياسة في الأطعمة تضاف أشياء جديدة ومن ضمنها يعني مثال أذكر مثالا أو مثالين كلمة سلفي سلفي لم تضف إلى القاموس الإنجليزي إلا قرابة ربما أربع سنوات أو خمس سنوات أيضا تكست تكست كان معمول به في القوميس أنه أو أنها كلمة معناها نص وضيفت إلى القاموس مؤخرا أيضا ربما خلال الأربع خمس سنوات الماضية على أنها فعل تكست سمون أنك ترس الرسالة لشخص ما طيب أيضا عدم وجود مفردات يعيق التواصل لو لم يكن معك مفردات فلن تستطيع التحدث مع أي شخص آخر حتى لو كنت تعرفك جميع القواعد لأن الركيزة الأساسية للتواصل هي المفردات أيضا الخطأ في المفردات خصوصا في النطق أو في الاستخدام كبير وشنيع وقد يشتت المستمع لذلك لو استخدمت كلمة مكانة كلمة أخرى وهي خطأ قد لا يفهم عليك المستمع قد تسبب في إحراجات قد تسبب لك أيضا بعض الإشكالات ولذلك ننتبه لهذا الجانب وأصلا الله تعالى يوفقنا وإياكم ما يحب وإرضى وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر